بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته لازلنا ننهل من معين أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام فيما كان يوصي به أصحابه ومن الطبيعي أن نعتبر أن هذه الوصايا هي لنا باعتبار أننا نلتزمه ونرى أنفسنا من أولئك الذين يسيرون على هديه ونهجه الذي دائما نؤكد أنه هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله والذي ينطلق به من خلال ما يريد الله سبحانه وتعالى في كلام له عندما كان يحض الناس على شعورهم بالمسؤولية كان يرى أن على الناس أن يشعروا بمسؤوليتهم تجاه أي انحراف يحصل في مجتمعهم سواء كان هذا الانحراف على المستوى الفردي أو كان على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي أو على أي مستوى من المستويات لا بد للإنسان المسلم أن يكون له موقف من كل ذلك أن لا يقف على الحياد ويعتبر نفسه غير معني بما يرى يرى الانحراف ويحيد عنه من دون أن يكون له أي موقف تجاهه هذا لا ينبغي أن يكون لإنسان مسلم يعتبر نفسه معني بهذا الدين وهو مسؤول عنه مسؤول عن وجوده في واقعه وعن حفظه وأيضا هو مسؤول عن الوقوف في وجه كل من يريد الانحراف به سواء كان من خلال انحرافه هو أو من خلال دعوته إلى الانحراف يعني لا حيادية في الإسلام ما في واحد يقول أنا ما حصني بكل ما يجري لا علاقة لي بكل ما يجري على الأرض التي أعيش فيها عندما يكون هناك انحراف لا بد لك من أن تؤدي دورك في مواجهته وبكل ما تستطيع وطبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى الله ما بيحمل الإنسان أكثر من طاقته الإنسان عليه أن يقوم بواجبه لأنه معروف أنه إذا المجتمع لم يقف أمام هذا الانحراف هذا سوف يتتسع في دائرته وسوف يتعزز في وجوده وبالتالي سوف يصبح هو الأساس في الحياة ولذلك الله سبحانه وتعالى دعانا على مستوى الأفراد إلى أن نقوم بهذا الواجب ودعانا أيضا على مستوى المجتمع أن نتعاون كمجتمع ولهذا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والإنسان الذي لا يأمر بالمعروف ولا يهنى عن المنكر هو راضي بالواقع وهو بالتالي يتحمل مسؤولية كل النتائج التي سوف تترتب على ذلك على مستوى الدنيا أو على مستوى الآخرة لتأمرون بالمعروف أو لتنهن عن المنكر أو أن يصلت الله شراركم على خياركم ثم تدعون يا ربي خلصنا من هذا الواقع من المشاكل من الفتن فلا يستجاب لكم وفي حديث أو ليمسنكم العذاب من الله سبحانه وتعالى ما يفكر واحد أنه بمن هو شريك لأن الساكت عن الحق كما كلنا نتحدث عن بذلك هو شيطان أخرس صحيح ولا يتكلم ولكن هو بالنهاية هو مساعد للشيطان لأن الشيطان كما يستفيد من الذين يقفون معه هو أيضا يستفيد من الذين يسكتون على ما يقوم به الشيطان وما يعمل به ودائما بنقول الأكثرية الصامتة هي الشريكة أو الناس بقول نحن ما خاصنا نحن الأكثرية الصامتة بس أنتم شركاء بسكوتكم وما لم تؤدوا به من دور هو مطلوب أن تقوموا به ولذلك الإمام سلام الله عليه قال أيها المؤمنون من رأى عدوانا أي اعتداء على الحق أي إساءة إلى الحق أي ظلم أي فساد أي انحراف خلقي أي انحراف على المستوى الإيماني أي انحراف على المستوى الاجتماعي عندما نرى أي ظاهرة من هذه الظواهر عندما نرى أي ظلم يحصل في واقعنا أي انحراف ما فينا ننظر إلى ذلك كأنه ما حصل لا لا بد أن نفكر ما هو دورنا كل واحد يفكر ما هو دوري أنا كشخص فيه أم ما هو دورنا كمجتمع لازم نتعاون كمجتمع على مواجهة هذه الظاهرة هذا الظلم هذا الانحراف لا بد أن نسعى لبناء جمهور يقف أمام هذا الواقع الفاسد الظالم المنحرف لا بد أن نفكر بهذه الصورة التي هي ليست خياراً بلنسبة لنا هي بلنسبة لنا هي واجب وقد ورد في الحديث إن الله لا يبغذ المؤمن الضعيف يبغذ المؤمن لكن ضعيف من هو المؤمن الضعيف هو الذي لا ينهى عن المنكر صحيب يصلي بصوم بيروع الحج يؤدي الزكاة يؤدي الواجبات الخمس يؤدي الواجبات المالية لكن ما بينهى عن المنكر ما خصه ما إله علاء هو مهم أنه هو يعيش الإيمان في نفسه وما عنده مشكلة أنه يحصل مهم هو يرتاح ومش مشكلة عنده أن لا يرتاح الآخرون مهم هو لا يتعرض ضد الظلم مش مشكلة أن يظلم الآخرون وطبعاً لما بنحكي عن ذلك ما بنحكي عن حدود لأن بعض الناس يفكر نحن معنيين بالضيعة اللي نحن فيها نحن معنيين بالمدينة التي فيها بالبلد الذي نحن فيه نحن معنيين نحن نوعنا بكل مكان في هذا العالم يمكن أن يصل إليه صوتنا أو تصل إليه كلمتنا وطبعاً إحنا بهالأيام ما عندنا كتير بحاجة لجهد في هالإطار يعني في السابق كان واحد يقول أنا ما أدر إلا بحدود المكان اللي أنا فيه صوتي لا يصل إلا إلى ذلك فيه أحكي هون هلأ فيك تحكي بأي مكان عبر عن موقفك بكلمتك أنت كل واحد الآن عنده وسيلة تواصل بيقدر من خلالها واتس آف فيسبوك وكل هذه الوسائل التي نملكها كل واحد عليه أن يقوم بدوره يعني ما عاد حدا معذور أنه أنا ما أدر أي انحراف نشهده في هذا العالم أي ظلم نشهده في هذا العالم نسجل يسجل واحد موقف في هذا الجانب لحتى يكون عبر عن مسؤوليته أن يعذر إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك وحتى لعله كمان هالكلمة تترك تأثيرها هلأ يمكن واحد مرات ما بيفكر بأنه آآ مرات الواحد بيفكر أنه كلمته ما إلها أي تأثير لكن لما بيدرس الواحد الواقع بلا إلا في كتير من كلمات يمكن حكيها وبعدين ترك التأثير أو يمكن مماشرة ترك التأثير أيها المؤمنون هنا يخاطب إيماننا من رأى عدوانا يعمل به عدوان ظلم في هناك اعتداء على حرمات الناس على كرامات الناس على حياة الناس عدوان يعمل به ومنكر المنكر هو كل أمر قبيح يستقبح كل شي قبيح وطبعا اللي الله سبحانه وتعالى أشار إليه والله أشار إلى كل القبائح نهى عنها ولذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يأمر بكل شيء يعرف بين الناس أنه خير وينهى عن كل شيء قبيح يعرف بين الناس أنه قبيح طبعا الناس في ناس طبعا تلوثت فطرتهم وتلوثت أفكارهم يعني اللي عنده طبع لا يزال سليما عنده عقل لا يزال يفكر بحرية من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه في ناس عم يروح إلى المنكر عم يحكو فأنكره بقلبه فقط سلمة وبرئ يعني أول شيء الواحد يبلش بالقلب أول شيء أنت ترفض أن لا تمر على المنكر لأنه بعض الناس صار عادي أنه بشوف المنكر عادي بشوف المعروف ينتهك عادي بشوف الظلم كأنه ما شاف بس هيك بيأخذ أخبار بذلك يعني بيطلع على الموضوع كأن هذا الأمر يحصل بعيدا عنه أول شيء ببلش واحد بداخل نفسه أن ينزع من نفسه عدم المبالات وهذا لازم نشتغل عليه خاصة بهالأيام أمام تكاثر الصور الاعتداء على الناس واعتداء على الحرمات والمس بكرامات الناس وبحياة الناس مثل ما صحيح عم يشوف الآن ما يحصل اليوم في فلسطين صار عادي بالنسبة لنا يعني ما عاد واحد حتى يعتبر أنه كان أن هناك شيئا يحصل صار يمر عليه بيسمع في عدد من الشهداء عدد من الجرحة عدد من الذين يعتقلون كانوا بيمر عليه هالقالب لابد أن يبقى سليما يبقى يتحرق عندما يرى إنسانا يظلم عندما يرى إنسانا يعاني عندما يرى إنسانا يتألم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلب سليم بعده ينبض ينبض بالحب كمان يعيش الألم عندما يرى يتألم وهذا لازم يبقى حاضر إذا صار الواحد يرى الظلم ويرى العدوان ويرى كل الواقع الفاسد وبيمر عليه مرور الكرام أنا تبدو يعيد النظر بقلبه قلب هو سبيلك إلى الله سبحانه وتعالى هو أمانك وما فيك أن تترك هذا القلب بعيد عن كل الواقع الذي يجري لازم يكون حاضر في كل واقع فأنكره بقلبه فقد سلم هو بر إنه على الأقل إنه بعده مش متعايش مع المنكر مع الظلم ما تعايش بعده رغافق بعده مش موافق بعده معلن البراءة منه بعده هذا لا يزال موجودا هذا أمر كثير جيد وهذا أمر يجعل الإنسان يسلم ومن أنكره بلسانه هون بر لكن ومن أنكره بلسانه حك نطق لسانه عبر بلسانه وهالأيام طبعا صر تعبير بالكتابة طبعا نفس الشيء لأن اللسان هو وسيلة من وسيلة تعبير الكتابة كمان وسيلة أخرى ومن أنكره بلسانه فقد أجر يؤجر على ذلك ويثاب ويعزز عند الله سبحانه وتعالى لأن الله سيقول له أنت كنت في الدنيا تدافع عن ديني تدافع عن مبادئي تدافع عن قيمي وأكيد سوف يكون مكرم عند الله بينما لي ما رح ما كان يدافع وما كان قلبه ينبض بالرفض أكيد سوف يدان عند الله وأي يدانا لو أحد يقف بين يدي الله وهو مكان مبالي بكلام هذا الرب بما يريده هذا الرب بما دعا إليه هو الله دعانا إليه ولعن أولئك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل لماذا لعنوا لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا وهو أفضل من صاحبه طبعا يكون أفضل من اللي بس بإي الأمر بإطار قلبه وهذا أفضل والإنسان دايما بده يشتغل على الأفضل ومن أنكره مرات بالسيف بالسلاح أنه في مرات طبعا مش كل المرات بس في مرات لا يمكن أن تواجه العدوان والظلم إلا بالمقاومة له بالمواجهة له بالتحدي له ومن أنكره بالسيف ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلة فذلك الذي أصاب سبيل الهدى لأنه صار عم يضحي بنفسه وصل إلى مرحلة لأنه صار مستعد أن يبذل نفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى وهذا أرقى لأنه الواحد عم يقدم أغلى الشيء عنده حياة وجوده كيانه ليه هو يعيش من خلاله في هذه الحياة عم يبذل ذلك من أجل أن يحيا غيره وطبعا دائما بنأكد ما أكده الله سبحانه وتعالى هو أن الشهداء هم أحياء عند ربهم لأنه هؤلاء يحيون من خلال حياء الفكر اللي كانوا يعيشونه هم أحي الفكر وأحي العزة وأحي الكرامة وأحي الحرية فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين صار عنده عنده اليقين بما هو يؤمن به ثم يضيف الإمام سلام الله عليه أما التارك لإنكار المنكر بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت الأحياء هذا ميت لأنه عندما تواجه المنحرف أن تتنقذه من نفسه لما عنده هالإحساس فهو ميت لأنه الموت مش الموت الجسد أنه بعض الناس بيعتد أن الموت هو أن يفقد الإنسان نفسه أن يفقد الإنسان قلبه أن يفقد الإنسان وجوده فذلك ميت الأحياء هو ميت لأنه مش الموت هو موت الجسد الموت هو موت الفكر موت القلب موت المشاعر ثم يقول الإمام سلام الله عليه في إطار تقييمه لأهمية الأمر بالمعروف وأنه عن منكر وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن منكر لأنه هذا الأساس الجهاد له ظروفه ولكن الأمر معروف لابد أن يكون هو طابع الحياة طابع الحياة طبعا ما عم نقول كيف ما كان دائما لابد أن نختار الأسلوب الأنسب واللي الله سبحانه وتعالى دعا إليه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وإذا أردت أن تجادل وجادلهم بالتي هي أحسن هذا اللي لازم يكون واحد حريص عليه وقولوا للناس حسنة لأنه أنا مش مهم أنه أنا نفس عن غيظي أنا بدي غير الواقع الفاسد الموجود إلا كنفثة في بحر لجي كنفخة في بحر لجي شو بتأثر هالنفخة وإن الأمر بالمعروف وأنها عن مكر لمن يعتقد أنه أنا إذا أمرت بالمعروف هذا رحين أطار وإذا نهيت عن منكر كمان أبعر شو بصير فيه أو قد يؤدي إلى موتي أو قد يؤدي إلى إصابتي بي ما قد يصاب به الإنسان نتيجة ذلك من الآخرين ليرفضون منطقه لما معقول الأضياء ليست كذلك وأن الأمر بالمعروف والناهي عن منكر لا يقربان من أجل أجلك هو نفسه يبقى ما بيتغير ولا ينقصان من رزق فما حدا يخاف ودائما بنقول وتقولون والله هو الأساس في ذلك أنه الرزق هو من عند الله سبحانه وتعالى مش من عند الناس والحياة أيضا هي هبة الله مش هبة الناس فلذلك عشوا خائف مدام عم تعمل لأ الله أكيد الله سبحانه وتعالى سوف يكون معك ولا تعتقد أن هذا سوف يقرب من أجلك والله أنا بخاف على حياتي طبعا بالاسلوب مش عم نقول كيف مكان أو بخاف على رزق وأفضل من ذلك كله كلمة عدلا عند إمام جهر أفضل شيء على هالمستوى مستوى الأمر المعروف ونهي عن منكر أن تقف أمام الظالم يقول له يا ظالم تقل الله يا ظالم تبهي طبعا لك تشوف الأسلوب المناسب لكن قل له مش تجامله مش تداري والله هذا كيف أنا بدي أحكي معه بكرة يؤثر لي على رزقي على أولادي يؤثر لي على حياتي على أموري ما عد يكون إلي سند خلي سندك الله سبحانه وتعالى رزقك مش عنده حياتك مش من خلاله لذلك قل كلمة الحق دائما لأنه مع الأسف كثير من الناس يجاملون على حساب الحق بتلاقي الواحد فاسد وما حدا بيقله فاسد طب كيف بده يرتدع إذا ما حدا قال له خاصة إذا أوي ممكن ما تقدر تواجهه إلا بالكلمة أو الظالم كيف بده يترك الظلم إذا ما حدا واجهه وطبعا لأنه لازم تكون المواجهة مش فردية فقط جماعية لو كان في هناك مواجهة كانوا بينتبه لكن بيئلك الظالم أنا مقبول عند الناس وبظلموا الناس قبلاني وساكت فبيضلوا يظلم ليش بده يتدع وخاصة دعم يستفيد من وراء ذلك أو الفاسد إذا الناس تهلل له وتدعمه وتؤيده وتنتخبه في مواقع ليش بده يترك فساده ما تضل عند الفساد لذلك مفروض الكلمة نعبر إذن أيها الأحبة نحن معنيون القيام بمسؤولياتنا على الأقل على الأقل مثل ما قال الإمام سلام الله عليه بقلوبنا لكن الأفضل بكلامنا وفي بعض الحالات قد يستدعي أن نستخدم القوة في مواجهة من رأى منكم منكرا يكون عنده استعداد فليغيره بيده فإن لم يستطع فبرسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك الضعف الإيمان نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الآمرين بالمعروف والنهيين على المنكر والعاملين في سبيل الله بحيث هذا الدين يرتقي بنا والأمة تعتز من خلال عملنا لعزتها وكرامتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى